محمد بن أبوظبي بارك الله فيه يقول أنا يعني في عطلة نهاية الأسبوع أخرج من أبوظبي إلى دبي أترخص برخص السفر لكنني أواضب على السنن الراتب وصلاة الضحى يقول ما حكم ذلك محمد بن أبوظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله عملك وتشكر على هذا الاهتمام بهذه العبادة التي أنت مواضب عليها فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وصح عنه من حديث عائشة أنه قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل أدومه وإنقل فالعمل وإن كان قليلا المواضبة عليه لا شك بأنه أحب إلى الله عز وجل أما العمل المبتور المقطوع الإنسان يفعله مرة ويتركه مرات هذا لا يعني ما يقدم للإنسان شيء إلا ما أتى به في تلك الساعة بالنسبة لك أخي الفاضل من حيث الأصل يجوز من حيث الأصل يعني يجوز لكن إذا سألتني عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر أنه كان يترك السنن الرواتب لثلاث صلوات كان لا يصلي السنة القبلية ولا البعدية لصلاة الظهر وكان لا يصلي السنة البعدية لصلاة المغرب وكان لا يصلي السنة البعدية لصلاة العشاء وإنما كان يواضب على السنة القبلية لصلاة الصبح والوتر فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوترة ولا ركعتين الفجر لا في حضر ولا في سفر لا في حضر ولا في سفر أما صلاة الضحى نعم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضحى في السفر وكان يتنفل النفل المطلق على دابته في السفر كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلذلك هذا النفل المطلق أما السنن الرواتب فالصلوات الثلاث هذه التي ذكرت لك كان يترك السنن الرواتب فيها بارك الله فيك